الثقة بالسلطة القضائية والقضاء ورجاله وبالقانون والقائمين على تطبيقه بفهم تعود وتربى عليها المواطن العراقي وعلى الرغم من اهتزاز ثقة المواطن في بعض الأحيان بالسلطات الأخرى لأسباب باتت معروفة إلا أن الموقف من القضاء ونزاهته ثابت لدى الجميع السلطة القضائية الذي يمثل مجلس القضاء الأعلى ركنا ثابتا من أركانها تعرضت بعنوانها بشكل عام وبشخص رئيسها فائق زيدان المعروف بنزاهته وعدم تواليه في تطبيق أحكام القضاء وملاحقة الفساد والمفسدين ورفضه اسلوب بيع وشراء المناصب والوزارات يتعرضان إلى حملة ممنهجة من على منصات التواصل الاجتماعي أسباب الحملة لا تخفى على أي ذي عقل ويقف وراءها أشخاص من مروجي الأكاذيب سعي منهم للنيل من هيبة القضاء ورجاله بالتزامن مع خطوات القضاء التي بدأت بتضييق الخناق على عدد من الفاسدين ومن بينهم وزراء وسياسيون هؤلاء ومن وراءهم حلفاءهم من السياسيين يحاولون عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يقودها بعض المحسوبين على الأعلام التأثير على سير القضاء من خلال محاولة إهام الناس بأنهم مطلبون للقضاء بدافع سياسي معتقدين خطأا أن القضاء سيضطر لغلق ملفاتهم لإثبات عكس ما يروجون له الكثير من المراقبين والمهتمين يؤكدون الضرورة أن لا يترك مجلس القضاء ورئيسه يخوضان المعركة الشرسة ضد الفساد والتي لا تقل أهمية عن المعركة ضد الإرهاب لوحدهما بل الالتفاف حولهما شعبيا وإعلاميا لضمان بقاء القضاء سيفا مسلطا على رقاب المفسدين خدمة للوطن وحفاظا على مصالحه